السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة فن الطبخ والحلويات مع ولاء اليوم حمل معاكم المندي مندي اللحم بطريقة كتير سهلة وبسيطة حنعمل في الفرن حنعمل تحتي الروز يلا نشوف طريقة التحضير انا استخدمت لحم غنم قطعته قطعة كبيرة اللبهارات اللي استخدمتها في تتبيل المندي استخدمت مصحوق أصفر ليموني الصبغة صفرة واستخدمت الملح وشوي صغيرة من الفلفل الأسود هنا زودت الصبغة الصفرة منها كانت قليلة بتبّل قطعة اللحمة بالملح والفلفل الأسود واللون الأصفر بدعك قطعة اللحمة بالملح والصبغة عشان تاخذ لون والملح يدخل فيها انا عملت المندي باللحمة وكمان بينفع نعمله بالدجاج طيصنية حطيت فيها لتر مية ضفت فيها فلفل أسود وكمون حب وحب هيل وقرومفل وورق غار ولومي وعدان قرفة ومع لقيت ملح بوزع لبهارات الصحيحة في المية بحط الشبكة اللي حشوة عليها قطعة اللحمة في الصينية وبحط عليها قطعة اللحمة بغلف الصينية برج الزبدة وبغلف صينية اللحمة وبرق الألمنيوم عشان ما يطلعش البخار وتنشف معنا اللحمة بدخلها فرن متوسط الحرارة لمدة ساعتين وطبعا حسب الفرن انا اخذ معي ساعتين وبعد مرور ساعتين بطلعها من الفرن وهي شكل اللحمة بعد ما قاعدت في الفرن ساعتين اللحمة كانت كتير مستوية وطرية برفع الشباك وبشوف الملح اذا ناقص ملح بضيف ملح للمية انا الملح كان عندي مزبوط وبضيف ثلاث كاسات رز مغسولة انا ما نقعت الرز بس غسلته وبينفع تصفي المية من ابهارات الصحيحة انا ما صفيته من ابهارات برجع اللحمة في الصينية تاني برجع رشة ملح خفيفة على قطع اللحمة وبرجع اغطيها تاني بورق الزبدة وورق الألمونيوم وبدخلها الفرن لمدة تلت ساعة على نار متواسطة بدي اجهز سلطة الدقوس بضيف قطع البندورة والفلفل الأخضر الحار وتومة وخل وزيت وعصير ليمون وملح ومعلاقتين سلطة بندورة وكسبرة خضرة مقطعة طبعا المكونات تقديرية وهي صارت معنا سلطة الدقوس جاهزة هاي الشكل النهائي لسلطة الدقوس ما تنسنش في اللايك والشير واللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفاعل زر الجرس حتى يصلوا كل جديد بطلع الرز من الفرن بعد عشرين دقيقة برفع قطع اللحمة وهي شكل الرز معنا بسيبه يرتاح عشر رقايق وبحط الرز في سحنة تقديم وبضيف عليه قطع اللحمة بهذا الشكل وبقدم معاه سلطة الدقوس بدي أحكي ملاحظة إذا حابق طعم المندي يكون فيه دخان مدخن حطي فحمة في سحن صغير وضيفي عليها زيت وغطي عليه بحيط أنه اللحمة والرز ياخد من نكهة الدخان بس يفضل يكون الفحم فحم طبيعي شايفين كيف اللحمة معنا دايبة كتير طلعت اللحمة طرية وهي الشكل النهائي لطبق اليوم وصحتين وعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر